السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابنا العزاء طلاب الصف الأول السنة والأدوية ألا أزهري الفصل الدراسي الثاني مع الدرس الرابن من الوحدة السادسة بعنوان طبعا هي سلطان العلماء سلطان العلماء سلطان العلماء سلطان العلماء سلطان طبعا تلقب للعالم الكبير عز الدين ابن عبد السلام طبعا هنعرف ليه سموه سلطان العلماء أول عنوان عندنا يعني 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 عالم طبعا هكيد جاي من ليه معرفة بيقول لك ان عز الدين ولد فين في سوريا ولد فين في سوريا بقيت ولد فين في سوريا وهي شافعي اللي هو المذهب الفقه يبقى هو كان شافعي يبقى تولد في سوريا وكان شافعي يعني درس فين في دمشق كانت مثال دي نقطة مهمة دي نقطة مهمة انو كان ايه كان شجاع جدا شكرا كده سموه السلطان العلماء يعني كان محبوبا من قبل كل الناس وكان بيحترم ويقدر من قبل ايه الملوك والرؤساء والحكام يبقى هو كان هو بيتحبق من قبل مين الناس وفي نفس الوقت كمان ايه بي بيحترم من قبل مين يبقى عندنا هو هو كان متبع الشافعي وهو كان بتاعته او الشجاعة بتاعته كانت ما لها مثال يحتزى به كان بيحب من قبل ايه الناس طب لا دي لها مش قصة حب دي لها ايه رسبيكتد اند اونرد رسبيكتد اند ايه اونرد طيب بعد كده اللوها المعناة او الجهاد او المجاهدة لاجل ايه لاجل الحقيقة دي بنسبة لإيه للامام عز الدين تمام كان يعني مدرس يعني كبير يعني في الزاوية الغزالية دي طبعا ايه اسم علمي زي عندنا اظهر الكرسي العلماء كرسي الامام مالك وهكذا وداعية وعظ او داعية از اوميد موسك في المسجد الاموي هذه ايه الوظايا لكن هو ايه اخذت منه هذه المناصب او يعني ننزعت منه المناصب دي ليه بقى هنجوف ليه يبقى هو كان مستر تيتشر وكان امام ما كان ايه كان مستر تيتشر مام وكان بريتشر وطبعا امام تمام دي لكل كاته وظايفه وظايف طبعا اتنزعت منه ليه بقى امم حتة نقطة مهمة دي when he بروتستد مين الصالح اسماعيل لما هو تظاهر ها تظاهر ضد الملك الصالح اسماعيل يبقى why did all these long time post المناصب ذات الوقت الطويل اللي خدها دي اللي الامام والمستر تيتشر والبريتشر دي سميسد دي سميسد ليه he was دي سميسد ليه هو نزعت منه المناصب دي امم because he بروتستد تظاهر against the king الصالح اسماعيل امم ليه بقى اي عمل الصالح اسماعيل ظاهر ضده كده وخلاص لا طبعا حاشا لانه الباشا began to collaborate with the crusaders to strengthen his position against his rivals اه لانه بدأ يبقى ليه why ليه ليه تظاهر ضده يبقى عشان خاطر ايه ها لانه began to collaborate بدأ ي يتعاون with the crusaders مع الغزاه او الصليبيين الحملات الصليبية طبعا to strengthen عشان يقوي his position الموقع بتاعه كملك يعني against his rivals ضد المنافسين بتاعه خلاص again يبقى عز الدين بن عبد السلام the sultan of scholars عملية بروتست تظاهر against the king الصالح اسماعيل طبعا ليه why because الملك ده الصالح اسماعيل began to collaborate with the crusaders مع الصليبيين تمام دي المشكلة ايه بعد كده بيقول ابن عبد السلام اللي هو العز بن عبد السلام was enraged at this alignment كان يعني غاضب جدا enraged غاضب جدا at this alignment لهذه صالح او ال التفاق اللي حصل وطبعا ايه اظهر اعتراضه اظهر اعتراضه ايه بوضوح الصالح طبعا امبريزنت him امبريزنت him سجنه for this opposition للمعارضة دي خلاص يبقى هو نال عقوبتين عشان قال الحق number one he dismissed تمام هو يعني قرد او اخذت منه all his posts كل ايه الوظافة بتاعته وثاني حال انه امبريزنت طبعا ايه سجن سجن ايه for his opposition للمعارضة بتاعته خلاص يبقى الparagraph ده في نقطتين مهمتين جدا تمام ايه كانت وظائفه ولماذا يعني dismissed او stripped لنزعت منه الوظائف بتاعته ولما بذكر السبب طبعا انه تظاهر قلنا protested against the king الصالح سماعيل لازم كمان اعرف ليه يبقى الريل ده كان بيتعاون مع الاعداء مع يعني ايه مع اعداء المسلمين طبعا عز الدين ابن عبد السلام في مصر في ايجبت طبعا ايه ده نقلة بالنسبة ليه اللي نحن طبعا at the age of 60 في عمر الستين he moved to ايجب يبقى لما جيه مثلا كان في عمر ايه كان في عمر الستين he was received most respectfully by the king الصالح نجم الدين ايوب يبقى هو يعني قبل برسبكت فولي من قبل من الكنج الصالح نجم الدين ايوب طبعا نستقبل استقبل حافظ الحافظ المنزري تمام مشهور طبعا the non-shafi'i tourist احد فقهاء الشافعية stopped giving fatwas بطل يدي fatwa or legal rulings او اي احكام قضائية saying قائلا that any tourist oughtn't to give a fatwa where عز الدين happens to be present فعش حد يدي fatwa given a fatwa هو سلطان العلماء او عز الدين موجود في مصر تمام ده كلام كبير طبعا خلاص يبقى هو جيب مصر مصر وطبعا رسيف استقبلة رسبيكتفولي مصر رسبيكتفولي ببعن طريق الكنج الصالح مين نجم الدين ايوب ابن عبد السلام الصالحية سكول يبقى احنا عندنا كان في الاول الصيند زا امام and بريتشر of عمر ابن العاص موسك وكمان شافعي تتش تمام بعد كده اشتغل او مسك يعني تيتشر او شافعي فقه اهات الصالحية سكول وبعد كده يعني نال لقب سلطان العلماء خلاص يبقى النقطتين اللي هنا انه بعد ما جاء مصر طبعا ابن عبد السلام عين امام وبيتشر لمسجد عمر ابن العاص وقاضي شافعي شافعي جد جد تمام وبعد كده ل الفقه الشافعي في مدرسة الصالحية زا امام موت الامام شيخ ابن عبد السلام ضايد ان كايرو زي ما قلنا اه على عمر في التاريخ ده وفي عمر التمانين امتى بعد سنتين عين جلوت وعين جلوت طبعا دي المعركة اللي انتصر فيها المسلمين على المغول ماشي بجا هو اتوقف فيه عشي سنتين بعد ايه بعد عين جلوت عين جلوت كانت ايه 1260 طيب طبعا هو بموتي ترك يعني ميراث يعني ثقافي وعقلي وعقلي في شتى مجالات الاسلامي دي سيبلنز هنا معناها مجالات الجنازة بتاعته جموع وفي ايجبت تمام وز الظاهر ايه بيبرز لما مشهور بالظاهر بيبرز قائد المعروف كان حاكم طبعا مصر كان خسارة للعالم الاسلامي بس كده خاصة بجزء دي بيتكلم على موت العز ابن عبد السلام وزي هو مات بعد نصر عين جلود عين جلود متى التاريخ بتاعه كان سنه تمانين سنة ترك وراها طبعا في كل المجالات والجنزة بتاعته حضرها ملك مصر الظاهر بيبرز مفاضل معنا حاجة في الوحدة السادة لا مفاضلش عبقى قرار لكم الكلمات وترجمها لكم مرة جاه دعواتكم والسلام عليكم وعطوا الله وبركاته